الحمد لله عندما نرى الشرع يأمر بالنكاح والعفاف والصيام والاستئذان وستر العورة وغض البصر منع الاختلاط أن لا تصف الزوجة أجنبية لزوجها يأمر الزوج بالإنفاق لألا تضطر الزوجة للتبذل والخروج ويمنع الخلوة بالأجنبي ولا تخضعنا بالقول لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى لا تستعطر عند الرجال ويحرم المصافحة الأجنبية والحم والموت ولا للدخول على النساء ولا تسافر إلا بمحرم إنه لمصلحتنا والله